المثيل مع الفنان عاد الإمام بيبقى ليه مصار مختلف بقى بعد كده؟ يعني بيغير مصار الفنان؟ آه طبعاً طبعاً أستاذ عاد الإمام يعني أصبط نور أصبط أبولو بير يعني أستاذ عاد الإمام لا أستاذ عاد الإمام ده حاجة كبيرة جداً أستاذ عاد الإمام ده عظيم يعني إحنا نفتخر أنه عندنا قامة زي أستاذ عاد الإمام والله العظيم تلاتة نفتخر أن عندنا قامة زي دكتور يحل فخراني نفتخر إحنا عندنا فنانين عظام كوادر وقامات عظيمة وتاريخ وتاريخ وتأثير على أرض الواقع أستاذ عاد الإمام أي حد يقف جنبه يختلف مصاره تماما وشكل صعوده تماما بكل التفاصيل استشعرت ده إزاي بعدك يعني استشعرت ده أن أنا مثلا آه الحمد لله كنت عملت كل الحاجات اللي احنا دردشنا فيها دي وأعمال الحمد لله ونجاح وكل الحاجات دي بس أن واحد باكستاني يوقفني في دولة بره مصر ويقول لي أنت كنت هايل بكلام مكسر شوات عربي مكسر كده مع قاد الإمام ده حاجة أنا محدش يعرفني يعني أمي بتشبه علي فيعني ده حاجة كبيرة لما تبقي أنت مثلا بتسافري أي دولة من الدول فيقولك أنت عملت مع عاد الإمام آه عملت آه وعملت برشاوية بس عملت مع عاد الإمام عريص وخي عملت مع عاد الإمام ده حاجة عظيمة جدا جدا ومش أنا بس كل حتى من قبلي ومن بعدي اللي وقفوا جنب الأستاذ عاد الإمام الزعيم كان حياتهم بتختلف 180 درجة قال لك حاجة معينة الكواليس آه أو فاكر له موقف كتير آه لا كتير يعني أنا فاكر أستاذ عادل الله يدي له الصحة ويبارك في عمر يا رب أولا وأنا رايح أشتغل مرعوب مرعوب يعني كنت قابلته في أكثر من مكان صحور حاجاتنا هذا القبيل يعني في السنوات اللي كانت تسبق العمل مع القامة الكبيرة أستاذ عادل الإمام ويقول له أهد أنت هو متفرج جدا 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 ودقوب وبيتفرج ما بيسبش حاجة متفرج عليها فكان يعني كان مكعب اللي فيها في تامل وشوية أهد أنت معايا وحلو أنت جميل ظل أنت جميل وهتشتغل معايا أنا طبعا أخد الكلمة مش عايزة أشتغل أصلا أخد الكلمة أنا بروح بطنطط تمام يعني فلغاية ربنا كرم أخويا النجم أحمد مكي واشتغل مع أستاذ عادل في مرجان أحمد مرجان فحصلت مقابلة بعدها على طول فقال لي معلاش أنا مكي تمام بلتالي جاي وتعمل مش عارف ايه فهو مركز يعني حتى منسنيش من المرة وفاكر وحاجات كده وبعدين جالي معايا ضيف شرف قال لي تعالى نضال مش عارف ايه أستاذ زوائل إحسان كلمني كان في فيلم بوبوس قال لي في مشهد ضيف شرف مع أستاذ عدل إمام قلت له ايه 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 طبعا وروحت عملت فقعدنا على الترابيزة كده بنعمل بروف الترابيزة قبل ما نخش الشوتينج يعني فكنت بقى مركز ومزاكر ومشهد بقى ايه يعني مشهد هما تلت جمل فانت تلت جمل دول بقى عارفة ما بين كل كلمة وكلمة حاطت تسع جمل يعني ما بين كل كبير موضوع عايزة أقول بقى جابل أستاذه بس في نفس الوقت مرعوب لأنه انت مش هينفع تقولي يا أستاذ قدر الإمام لو بس عمل كده فلاسه بتاعه خلاص بازت يعني بقى كله باز بقى وانت بوز وعصابك بازت والدنيا ففجأت انه لما قعدت وقلت التفاصيل الافهين او الافهين اللي كنت بقوله لايس فس ده عادي الإمام بيدحك عادي كده زينا انا بقول كده بمع نفسي ده بيدحك وبعدين لقيت بيقول له بص نضال بس قول فقال له بسيبه نضال يقول له هو عايز وحدشه دعو يا خراب يحوس لا 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 تأشيرة بقى ديونز وبعدين بعدها على طول كان تقريبا السنة التانية مباشرة لقيت الشركة المنتجة بتكلمني عشان خاطر ناجعة طالة مع كوكبة من صحاب النجوم دلوقتي اخويا النجم محمد إمام النجم أحمد السعداني كلهم نجوم يعني اخويا النجم محمود البزاوي يعني غير القامة الكبيرة كلنا شغالين على اسم أستاذ عادي الإمام وعلى حسه ربنا دي له الصحة يا رب ومخرج كبير زي أستاذ رامي إمام الموضوع كان يخض بقى وبعدين بدور شعبي وبلطجي وبتاع وفيه برضو نفس الحمية بتاع الحاجات اللي شبه المنطقة الشعبية يعني دي فالرعب زاد بقى يعني انت ازاي هتقدر تتكلمي او انت هتدحكي يخربك كده ده ازاي يعني ده حجم بعد الإمام المفاجأة الكبيرة بقى أستاذ عادل بصراحة شديدة في ناجعة أطلع على وجه التحديد وهو كان اعتقد يعني مفروض اكثر حرصا في هذا العمل بالذات لانه كان دارجوعه بعد 27 سنة غياب عن الدراما التلفزيونية اول عمل تلفزيوني ينزله بعد 27 سنة غياب موضوع كبير مش قليل فكون احتضرنا جميعا بصراحة بدون مبالغة والله على اننا ولاده سواء في البيت سواء في التصوير سواء في الحياة العادية سواء حتى في الصفر استاذ عاد الإمام ده قب بمعنى الكلمة استوعبنا كلنا خلانا عجلنا كلنا بشكل سحري كده خلانا كلنا ولاده كده وبنعمل الحاجات بحب ومحدش فارق كل واحد يدور على الأحسن للتاني مش كل واحد يدور على جدا فطبعا كان شرف وتجربة عظيمة جدا انا استفدت منها بشكل شخصي واستفدت منها على مستوى حب ناس كتير لهذه القامة العظيمة استاذ عاد الإمام فيشوفهم ضال الشفعي فيقولولي وفيحب أمه الغوالي ودعواتك أمه الغوالي والحاجات اللي كان بتتقال كأشيات هو العمل الحمد لله ده كان فضل كبير